السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتي إذن اليوم مع مرجع مرشدي في اللغة العربية مكوّل إملاء الوحدة السابعة في الأسبوع الثامن والعشرون إذن سنرى اليوم درس الألف لينة مقصورة وممدودة فقط تتبيت للقواعد التي رأيناها في المستوى الرابع ابتدائي إذن تعرفنا في المستوى الرابع ابتدائي بأن الألف لينة يمكن أن تكتب إما مقصورة أو ممدودة متى تكتب مقصورة ومتى تكتب ممدودة إذن هذا هو الذي سنتذكره في هذا الدرس إذن قبل أن نواصل الدرس أتمنى إذا لم تكونوا مشاركين بعد في قناتي أن تضغطوا على زر اشتراك وتفعيل الجرس لسيكون كل جديد القناتي إذن لنبدأ على بركة الله إذن كما ترون هناك جدول سننطلق به لنفهم الدرس إذن هناك مثلا جملة الأولى كما ترون دعا المصلي ربه إذن لاحظوا جيدا هذه الجملة دعا المصلي ربه إذن لدينا كلمة اللي هي دعا عبارة عن ماذا نوعها عبارة عن فعل إذن هذا الفعل آخره كتبات أليف كيف هي؟ أليف ممدودة ولكن لماذا كتبناها ممدودة ولم نكتبها مقصرة؟ إذن هذا هو درس اليوم إذن لاحظوا جيدا إذن دعا فهي عبارة عن فعل كما قلنا كم عدد أحرف فيه؟ إذن ثلاثة إذن فعلون طولاتي في هذه الحالة ماذا نفعل؟ إذن الكلمة هي دعا إذن نوعها بأنها فعل طولاتي إذن في هذه الحالة ماذا نفعل؟ إذن نبحث عن أصل للفعل إذن نبحث عن ماذا؟ إذن نبحث عن أصل للفعل أو لنقوم بتصريفه مثلا بتصريفه في الفعل المضارع أو لنقلب عليه في المتنى إذن هنا عندنا مثلا الأصل في المضارع إذن سنقوله هو دعا هو يد يدعو إذن نرد البال دعا يدعو إذن هنا يدعو عندنا الألف التي الألف لينا أصبحت أصلها واو إذن في هذه الحالة إذا كان أصل الألف لينا واو فإن رسمها يرسمها كذا يعني ألف ممدودة إذن إذا كان الأصل في هوا وال تكتب ألفا ممدودة إذا كان هذا الفعل فعلا طولاتيا جيد ننتقل إلى المثال التالي يحمل الراعي في يده عصا طويلة إذن لدينا هنا كلمة عصا إذن هذه الكلمة نوعها بأنها اسم وليس بفعل وليست بفعل عفوا إذن كذلك اسم طولاتي لأنه يتكون من عدد أحرف إذن في هذه الحالة نفس الشيء نبحث دائما عن أصل الكلمة إما بتصري فيها أو بالبحث عن متنها إذن هنا سنبحث عن متنها ماذا نقول عصا وعصا نقول عصا واني إذن كذلك هنا أصل الألف انقلبت ماذا واو إذن أصلها واو في هذه الحالة أيضا إذا كان لدينا اسم طولاتي فإننا الواو ترجع ألفا ممدودة إذا كان الأصل فيها واو كما تلاحظون هنا فإن رسمها يكون رسم ألف ممدودة راح تجيدا الألف النون فقط للمتنى عصا إذا الألف انقلبت واو إذا الأصل فيها واو إذن المدى نستنتج استنتاج الأول إذا كان لدينا فعل ثلاتي أو إسم ثلاتي ونبحث عن الأصل الألف اللينة إذا كان أصلها واو فإنها تكتب ألفا ممدودة إذن لنتمم القاعدة وهي تقول جملة الثالثة رمى اللاعب الكرة إذن لدينا كلمة رمى أيضا فهي فعل ثلاتي إذن نبحث عن أصل الكلمة بتحويلها مثلا المدارع إذن ماذا نقول هو رمى هو يرمي إذن هنا شنطر الألف الألف انقلبت ماذا؟ انقلبت ياء في هذه الحالة إذا كان الأصل في الياء كيف ترسم؟ ترسم ألف مقصورة إذن إذا كان الأصل فيها ألفا عفوا إذا كان الأصل فيها ياء فإنها ترسم ألف مقصورة أما إذا كان الأصل فيها واو فترسم ألف ممدودة ننتقل الجملة الرابعة يتدرب الفتاة على استعمال الكمبيوتر إذن هنا لدينا الكلمة فتا كذلك كما تلاحظون فهي تلاتية إذن الفاء التاء الألف لهي لينا لغنقلبه وشي مقصورة أمام دودة هنا جاءت مقصورة لماذا؟ إذن قلنا بأن المؤسم نبحث عن الأصل فيه وهو المتنى ماذا نقول فتاياني إذن في هذه الحالة كما تلاحظون أن بعد التاء الألف انقلبت ياء إذن قلبت ياء أو كان الأصل فيها ياء فإنها تكتب ألف مقصورة إذا لاحظوا جيدا السنتاج الثاني ماذا يقول إذا كان لدينا فعل تلاتي والإسم تلاتي تكتب أو ترسم الألف ممدودة إذا كان الأصل فيها و وإذا كان الأصل فيها ياء ترسم ألف مقصورة تذكروا جيدا إذا كان لدينا سواء فعل تلاتي أو إسم تلاتي نبحث عن الأصل إذا كان الأصل واو ترسم ألف ممدودة سواء في الفعل أو الإسم وإذا كان سياء ترسم ألف مقصورة إذا كان سواء فعل أو مو أو الإسم فقط نبحث عن الأصل للكلمة مثلا نعطيكم مثال آخر جانع مثلا لدينا جانع إذن جانع شو عندنا جانع إذا الأستاذ مثلا يقول لكم اكتبوا جانع إذن نطقت في آخر الكلمة ألف لينة ولكن هل سأكتبوها ممدودة أو مقصورة إذن هذا هو السؤال لكي أجيب يجب أن أبحث عن الأصل للألف إذن ماذا نقوله؟ جانع هي عبارة عن فعل كيف هو تلاتي إذن في هذه الحالة ماذا نقول؟ جانع يجني إذن ماذا وقع؟ إذن أن الألف انقلبت يا في هذه الحالة ستكتبوا جانع هكذا جانع ألف مقصورة لماذا؟ لأنها انقلبت نقوله يجني إذن انقلبت يا مثلا المثال آخر عندنا سما إذن هنا سما ستكتبوا بالألف لماذا؟ لأن في المضارع ديالها سنقوله يس يسمو سما يسمو انقلبت واو إذن سنكتبها ألف مندود هذا بالنسبة للأفعال وبالنسبة لأسماء نفس الشي ننتقل إلى تتمة الشرح عاد مصطفى من الصفر إذن هنا ماذا لدينا؟ كلمة مصطفى نوعها أنها اسم عدد أحرفي أكثر من ثلاثة أنه غير تولاد إذن في هذه الحالة كيف كتبت الألف؟ كتبت كما تلاحظون مقصورة شو السبب اللي خلانا مقصورة؟ إذن لأن السبب أنه لم يسبقها لحرف يا إذا سبق حرف يا فإننا سنكتبها ألف ممدودة إذا لاحظوا المثال آخر كي تعرفون تغلب العلماء على قضايا عديدة دعنا كلمة قضايا كذلك هي عبارة عن اسم كيف هو؟ غير ثلاثة ألفه مسبوقة بماذا بياء إذن بما أن الألف هنا سبقت بحرف يا فإنها تكتب ألف ممدودة إذ لم يسبقها حرف يا فإنها تكتب مقصورة إذا لاحظوا جيدا هنا ممدودة وهنا عفوا هنا ممدودة وقبلها مقصورة ننتقل إلى المثال الآخر ماذا يقول؟ انتهى شهر رمضان إذن لدينا فعل انتهى كيف هو؟ غير ثلاثة إذن كذلك كتبت فيه أو رسمت فيه الألف مقصورة لدينا توجهت إلى مكتبة الحي قبل أن ننطلق المثالين الآخرين عفوا سنعيد للسنتاج الأول والثاني والآخر إذن استنتجنا بأن إذا كان لدينا فعل ثلاثي أو اسم ثلاثي في هذه الحالة نبحث عن أصل في الكلمة إذا كانت كما قلنا أصل هواو تكتب ألف ممدودة إذا كان أصل هيا تكتب ألف مقصورة سواء في الفعل سواء في الإسم وهنا إذن أما إذا كان لدينا اسم ثلاثي أو فعل غير ثلاثي سواء فعل غير ثلاثي أو اسم غير ثلاثي دائما تكتب الألف لنا في آخره أليف مقصورة إلا في حالة وحدة إذا كانت الأليف مسبوقة بحل الياء اللي هنا كنكتبوها أليف ممدودة بحل قضايا أو بحل إذن هناك الكثير من الأمثلة بحل مثلا هدايا مفهوم إذن نمر إلى الجملتين الآخرتين توجهت إلى مكتبة الحين أحافظ على هاتف المحمول إذن هنا الكلمتين التي لدينا نوعهما أنها عبارة عن حروف إذن هناك الكثير من الحروف كذلك تكتبو فيها الأليف إما ممدودة أو مقصورة حسب نوعية الحروف مثلا مثلا بحل بلا مثلا حتى متى إذن هذا هو درس اليوم والأليف اللي هنا مقصورة أو ممدودة إذن أتمنى أن يكون الشرح مفهوم وسنتنتج هذا الاستنتاج تكتبوا الأليف اللي هنا في الإسم والفعل ثلاثين هكذا إذا كان أصل هواوة قلنا بأنها سواء في الإسم الثلاثي أو الفعل الثلاثي تكتبوا أليف ممدودة إذ كان الأصل في هواوة وتكتبوا مقصورة إذا كان الأصل في هيا تكتبوا الأليف اللي هنا في إسم والفعل الثلاثين هكذا بمعنى مقصورة إذا كان أصل هيا إذن دائما سواء في الإسم أو الفعل الثلاثي دائما تكتبوا أليف مقصورة إلا في حالة وحدة قلنا إذا كانت مسبوقة بها فإنها تكتبوا أليف اللي هي مندودة وكذلك بعض الحروف تكتبوا أليفها هكذا مقصورة مثل بلى متى إلا حتى إذن هناك الكثير لكي نتأكد من أنكم فعلا فهمتم القاعدة إذن سنجلز هذا التمرين اللي هو جد بسيط إملأ الفراغ بالآلف اللي هنا الممدودة أو المقصورة المناسبة إذن هذا التمرين سنحاول أن ننجزه على الضفاتر ثم نلتقي مع التصحيح جيد إذن وصلنا إلى مرحلة التصحيح ماذا تلاحظون لدينا هنا مستشفى إذن هنا مستشفى عبارة عن ماذا؟ النوع الكلمة هي إسم إذن بما أنها إسم سنرى هل هو تولاتي أم غير تولاتي إذن هو إسم غير تولاتي إذن في هذه الحالة قلنا إذ لم يكن قبل الأليف فإنها ترسم مقصورة إذن هنا عندنا مستشفى إذن هنا تكون مقصورة لماذا؟ لأن ما قبلها مشي المشي الكلمة الثانية المنادة إذن في هذه الحالة المنادة هنا كذلك هو إسم كيف هو غير تولاتي؟ إذن ما قبل الأليف لدينا مشي إذن كذلك سنستكتب ألف لهي مقصورة هودا إذن هنا لدينا الإسم ولكن كيف هو تولاتي؟ لأن الأليف اللي سنكتبه هي الحرط الثالث إذن تولاتي إذن في هذه الحالة نبحث عن المتنى نقول هدياني إذن الأليف هنا قلبت إلى ي إذن قلبت إلى ي ستكتب ألف لهي مقصورة هنا عندنا قفا إذن كذلك فعل كيف هو تولاتي؟ نقول قفا يقفو إذن قلبت الأليف واو إذن ستكتب ألف ممدودة قفا لدينا هنا دنيا إذن هنا دنيا كذلك إسم كيف هو؟ عدد أحرفي أربعة إذن غير تولاتي ومصبو الأليف قبلها توجد ي إذن في هذه الحالة ستكتب ألف ممدودة شكا هنا فعل إذن شكا هنا تولاتي من أنه تولاتي سنقلبه على المضارع سنقول شكا يشكو إذن قلبت لنا الأليف واو إذن في هذه الحالة ستكتب ألف ممدودة ما شا كذلك فعل اللي هو تولاتي إذن سنبحث عن المضارع عن الأصل لها الأليف أنا أقول مشا يمشي فهم إذن هنا ستكتب ألف مقصورة لأنها انقلبت إلى ي إشترا هنا غير فعل غير تولاتي إذن في هذه الحالة غير مسبوق بي إذن ستكتب ألف مقصورة هدايا هنا إسم له غير تولاتي مسبوق بي إذن ستكتب ألف ممدودة استدعى فعل غير تولاتي غير مسبوق ما قبل الأليف بي إذن ستكتب ألف مقصورة إذن نعدنا العين ماشي إذن كان هذا هو درس اليوم الألى وهو الألف اللينة مقصورة أو ممدودة أتمنى أن يعجبكم الشرح وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الزر لايك وكذلك الاشتراك في القناة إذ لم تكن مشارك بعد وتفعيل جرس وكذلك شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء وكما أقول دائما في أمان الله مع فيديو آخر إن شاء الله